هل تعلم عزيزي المشاهد ما الذي يحدث لأجسامنا عند تناول كوب من اللبن قبل النوم وما هي الفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى لهذا الكوب العجيب أتحدث إلى حضراتكم من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم عن فوائد شرب اللبن قبل النوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللبن من المشروبات المغزية جدا لجسم الإنسان وشرب اللبن قبل النوم له الكثير جدا من الفوائد لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان وخصوصا الجهاز الهضمي والجهاز المناعي وللبن فوائد عديدة إذا شرب في أي وقت وفوائد عظيمة جدا إذا شرب على الريق وفوائد كثيرة جدا جدا إذا شرب قبل النوم نتحدث معا من خلال هذا الفيديو عن فوائد شرب اللبن قبل النوم وهو موضوعنا اليوم أولا كوب من اللبن قبل النوم يساعد على النوم بسهولة تامة لأنه يريح الأعصاب ويساعد على استرخاء العضلات ثانيا يحارب الجفاف ويعوض ما يفقده الجسم من الماء طوال اليوم ثالثا يطرد السموم الضارة من الجسم ويقتل البكتيريا والفيروسات الضارة أيضا رابعا ينشط الجهاز المناعي في جسم الإنسان ليقاوم جميع الأمراض والأوبئة فيصبح الشخص الذي يداوم على شرب اللبن باستمرار أقل عرضة من غيره للإصابة بالأمراض المختلفة خامسا يعد اللبن صديقا للجهاز الهضمي حيث يسهل من عملية الهضم في المعدة والأمعاء ويطرد الغازات الضارة الموجودة بالمعدة ويعالج مشاكل سوء الهضم والإمساك أيضا سادسا من فوائد شرب اللبن قبل النوم أنه يحفز خلايا الجسم والمخ على وجه التحديد على الاسترخاء والنوم الهادئ فهناك من يعانون من صعوبة الخلود إلى النوم لذلك ينصح الأطباء دائما بكوب من اللبن قبل النوم للحصول على نوم هادئ ومريح سابعا يمنع التوتر ويحارب الاكتئاب ويصفي الزهن سامنا يحتوي اللبن على معدن الكالسيوم بكسرة لهذا فهو مهم جدا للعظام والأسنان وينصح به دائما لمن يعانون من مشاكل العظام وأيضا للحوامل كما أنه مهم جدا للأطفال بشكل عام تاسعا يزيد اللبن من نسب الكوليسترول الجيد في الدم ويعمل على تخفيض ضغط الدم بشكل كبير لذلك فهو يمنع بصورة كبيرة من الإصابة بأمراض القلب والشرايين عاشرا وأخيرا للبن دور كبير في التخسيس حيث يعطي إحساس بالشبع ويمد الجسم بما يحتاجه من العناصر الهامة وبنسب معقولة لذلك فهو حل جيد لخسارة الوزن والآن نعرف متى يكون شرب اللبن غير مفيد لجسم الإنسان قبل النوم هناك بعض الحالات تمنع فوائد شرب اللبن قبل النوم عندما يسرف الإنسان في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي وأيضا عند تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الشيكولاتة والفطائر والكعك والحلوة وبعض المسكنات أيضا لذلك ينصح أن تكون دائما وجبات قبل النوم خفيفة وصحية وممارسة الرياضة أيضا والإقلاع عن التدخين كل هذه المعلومات كانت عبارة عن الفوائد العظيمة لشرب كوب من اللبن قبل النوم أتمنى أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة